هذا وأعرب مجلس الشورى عن إدانته الشديدة لكافة أساليب العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن البلاد وتهديد أرواح الآمنين من المواطنين والمقيمين مؤكدا أن العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في قرية كرباباد مساء أمس هو نتاج فكر تخريبي متطرف ودخيلا على المجتمع البحريني المسالم مجلس الشورى أكد أن هذا العمل لن يزيد البحرينيين إلا تماسكا وتعاضدا في مواجهة الإرهاب والتطرف وذلك انطلاقا من رؤية القيادة الحكيمة التي تدعو إلى محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره بما يحمي مصالح الوطن وحياة وسلامة المواطنين والتي هي فوق كل اعتبار وتقدم مجلس الشورى بأحر التعازي والموساء إلى أسرة الشهيد الواجب ودعواته بأن يمنى على المصابين بالشفاء العجل ليؤكد دعمه ووقوفه المطلق مع كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطبيق القانون في حق مرتكبي هذا العمل الإجربي والمخططين له والمحرضين عليه معربا عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمريكة في التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المملكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر